تحقيق النجاح تكمن أهمية النظر إلى النفس بمنظور يوافق المفاهيم الداخلية المتأصلة داخل الذات بكونه يساعد على تكوين نظرة خارجية للعالم المحيط وبالتالي يساهم في تكوين التفسيرات حول الأمور المختلفة وهذا ما يسمى بتأثير جملون الذي يمكن تطبيقه على ما يريد الفرد تغييره في حياته كتصرفات الأشخاص المحيطين به أو مشاعره تجاه شيء ما وغيرها من الأمور الأخرى في حياته إذ أنه يجب عليه السعي لتغيير نظرته لهم بدلا من إنهاك نفسه بتغييرهم فقد قام ستيفن كوفي وزوجته ساندرا بالسعي جاهدين لتطوير مهارات ابنهما الذي كان سيئا بالدراسة والرياضة كما كان جميع أقرانه يسخرون منه فحاولا أن يحفزاه ويمنع أي شخص من مضايقته إلا أنهما فشلا بسبب كونهما ينظران إليه كشخص ضعيف يحتاج المساعدة ولم ينظر إليه كشخص قوي يستطيع أن يقوم بكل شيء وحده دون أن يحميه والداه كما وقد علما بوجوب الابتعاد عن نمذجة ابنهما على أساس المجتمع الخارجي وتأطيره بمنظور المحيطين به فهو فرد ذو كيان مستقل وشخصية فريدة غير مزيفة زعم سابقا كون النجاح يتمحور حول امتلاك الفرد للأخلاق الشخصية النبيلة كالتواضع والوفاء وحب العمل والعدل وغيرها من الأمور التي نصت عليها الكتب بما يتعلق بموضوع النجاح قبل الحرب العالمية الأولى كالسيرة الذاتية لبنيامين فرانكلين فيما بعد لوحظ وجود اختلاف بين ما كان شائعا وما هو فعال دون نفي أهمية الأخلاق الشخصية وأسس التفكير والتأثير الإيجابي على النجاح إذ أن النجاح يشابه عملية الزراعة بشكل أو بآخر حيث يجب أن يمر أي عمل يتم القيام به بمراحل معينة حتى يصل إلى مرحلة النمو والازدهار التي يمكن أن تحقق بأسالب وطرق مختلفة سواء أكانت صحيحة أم خاطئة إلا أن ما سيبقى ويدوم هو الصحيح من هذه الأسالب فقط تعرف التصورات الذهنية على أنها عبارة عن تفسيرات تبني نموذجا إيجابيا للمساهمة في إنجاز العمل باتباع توجهات مختلفة في حال اختلف الطريق المتبع لا الهدف إذ أن الهدف يجب أن يكون صائبا في جميع الأحوال حتى يتمكن الفرد من نيل مراده لكن في حال مواجهة بعض العقابات في الطريق إليه تسهم التصورات الذهنية في إبقاء الفرد إيجابيا فيغير طريقه عوضا عن هدفه عادة مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر